وعلى همش الزيارة الرسمية لوزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الهندية إلى مملكة البحرين تم الإعلان اليوم عن تدشين مكتب اتحاد الصناعات الهندية الأول في منطقة الشرق الأوسط وقال سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بعمل الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال إن اختيار مملكة البحرين لاستضافة المكتب يعكس روابط القوية ما بين البلدين حيث يعد اتحاد الصناعات الهندية شريكا مثاليا في جذب وتشجيع الاستثمارات الهندية إلى المنطقة لا يوجد شك أن اختيار البحرين كمكتب اتحاد الصناعات الهندية لأول مرة في المنطقة الشرق الأوسط في البحرين هذا يضيف الكثير إلى العلاقات البحرين الهندية ويعزز من العلاقات التجارية واقتصادية والاستثمارية بين البلدين يعني هذا أحد ثمار نتاج زيارة جارة الملك في بداية السنة إلى الهند أعتقد أنه بالنسبة حق التاجر البحرين اليوم بيكون عنده ممثلين من هذه الشركات موجودين في البحرين بيكونوا موجودين في مجلس التنمية الاقتصادية وأعتقد هذه بيساعدهم على الحصول على المعلومات والاستثمار سواء في البحرين بمشاركة معهم أو خارج البحرين في الهند فالسوق الهندي سوق كبير ونفس الشيء السوق الخليجي اليوم سوق واعدة ونحن انتمانا نزيد من عدد الشركات الهندي في البحرين لأنها في الأخير الهدف هو خلق فرص مجدية حق البحرينيين هل هناك فرص محددة سوف يتم التعاون من خلالها مع الهند؟ نحن مثل ما قلنا نشتغل معهم حينما يفتحون المكتب وبعدها نحدد القضاعات الاقتصادية والشركات لراغبتي البحرين ونرتب العلاقات أو الاجتماعات المباشرة بينهم بين التجار البحرين في نفس الوقت أيضا اليوم وقعنا مذكرت تفاهم مع مركز تسهيلات الهندي لما وراء البحار وهي عبارة عن مؤسسة حكومية هدفها أيضا تساعد الشركات للاستثمار خارج الهند فنحن نحاول أن نتصل بجميع المؤسسات التي تساعدنا في تحقيق أهدافنا وهي جذب الاستثمارات الذكية للملكة البحرين وأعتقد اليوم الهند لا يمكن أن ننتجاهلها من أكبر الأسواق خاصة مع الحكومة يريدها في توجيه أنهم يستثمرون في الخارج فنحن نتمنى أن نستقل هذه الفرصة ونزيد من أنشطاتهم في البحرين اشتركوا في القناة